اكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ان تعزيز العلاقات العربية الافريقية يوثر احد الاولويات الرئيسية في علاقات مملكة البحرين الخارجية واضاف العسومي ان السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين تقوم على اساس تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع كافة الدول انطلاقا من الرؤية الملكية لجلالة الملك المفدة والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الموقرة بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي معالي السيدة مابيسا ناكاكولا رئيسة برلمان جنوب افريقيا والوفد المرافق لها على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية الرابعة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في اندونيسيا واكد العسومي خلال اللقاء ان دول القارة الافريقية تمثل العمق الاستراتيجي الاول للدول العربية داعيا الى تعزيز العلاقات العربية الافريقية على كافة المسويات ومن جانبها اعربت رئيسة برلمان جنوب افريقيا عن حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين والدول العربية خاصة في النواحي الاقتصادية معربة عن تقديرها الشديد للدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز العلاقات العربية الافريقية